اشتركوا في القناة والتلاميذ سنة ثلاثة متوسط والكثير من التلاميذ معناه دائما يخلطون ولا يعرفون الطريقة المعناه المناسبة لموازنة معادلة ما ابنائي بعد نهاية هذا الفيديو ستخرجوا مننا والمعادلة تريد تباني لكم كاللعبة فقط قبل ما نبدو في الشرحة لماذا لا يشترك في قناة أستاذ حميان الفيزياء بالاشتراك فيها ما تنسوش تفعلوا زر الجرس حتى تصل لكم الدروس وقتها وأيضا الضغط على زر إعجاب الفيديو باش يوصل إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين وتعوم الفائدة نبدأ على بركة الله بأول درس وهو التحليل كهربائي للماء في التحليل كهربائي للماء أشهد لنا كان عنا الماء معناه ماء مقطر زي السوداء ولهو الماء نتج عنه ناتجين ولهوما غاسوناء الأكسجين وغاسوناء الهيدروجين معناه لتصعد لنا معناه في أنابيب الاختبار على شكل فقاعات غازية كيش نكشفوا عليهم غاسوناء الأكسجين تقريب معناه عثقة مشتعل منه فيزيد اشتعالا أو عثقة بيشكوا على الانتفاق فيزيد اشتعالا والغاس الثاني غاسوناء هيدروجين نقرب عثقة مشتعل فتحدث فرقة خفيفة هذه الأمور دعا الدرس رأنا شرحينها سابقا ما يهمونه هو المعادلة كيف تكتب المعادلة أبناء المعادلة تكتب بطرفين الطرف الأول يمثل الأفراد الكيميائية للمتفاعلات المتفاعلات الطرف الثاني على اليمين يمثل الأفراد الكيميائية للنواتج معنى هذا النواتج كم لدينا من متفاعل في هذه الحالة لدينا متفاعل واحد كم لدينا من ناتج لدينا ناتجين نربط بينهما بسهم اتجاهه من اليسار إلى اليمين في بعض الأحيان أو في بعض المعادلات مثل هذه ركزوا لدينا متفاعلين هذا المتفاعل الأول وهذا المتفاعل الثاني إذن ماذا نقول يتفاعل معناه الكربون مثلا في هذا المثال مع إذن الزائد هنا معناه في المتفاعلة تعني مع نقول يتفاعل كربون مع غاسوناي الأكسجين السهم ليعطي معناه هاشا قد يعطينا هاشا قد ينتجنا سيتجم ماذا في هذه الحالة لدينا نتيج واحد وهو غاسوناي أكسج كربون نشوفه هنا لدينا نتيجين إذن ليعطي غاسوناي الأكسجين الزائد الثانية ماذا تعني وق معناه غاسوناي الأكسجين وغاسوناي الهيدروجين الزائد اللولة تعني معه والزائد الثانية تعني وق إذن هذا فيما يخص المعادلة الآن أبنائي هذه المعادلة التي هي أمامكم هل تحتاج إلى موازنة أم لا إذن حتى نتأكد ونعرف إذا كانت تحتاج إلى موازنة وماذا يعني أستاذ بالموازنة معناه كمصطلح الموازنة معناه يجب أن يكون للطرفين نفس عدد الذرات ومعناه نفس نوع وعدد الذرات معناه صار الهاكمة ميزان أبنائي ذو كفتين يمكن أن ديروا ميزان ذو كفتين في هذه الحالة هل لأطرفين نفس عدد الذرات نلاحظوا غير هنا عندي زوج ذرة هيدروجين ها هو أثنين معناها ذرتين هيدروجين وهنا عندي زوج راه ينيش案 نشوفوا الأكسيجين أكسيجين عندي واحد الواحد لا يكتب ومنanza عند زوج معناه وين هو الطرف اللي راح عنده بزرف ذرة إذن على اليمين معناه هادي الميزان يهوذ إذن هل المعادلة المتوازنة لا معناه الميزان هنا سيختل معناه كان طرف راح فيه أكثر معناه ذرة أكثر من طرف الآخر باش نردهم كيف كيف سنقوم بماذا بموازنة هذه المعادلة ونستعمل ماذا نستعمل أرقام صغيرة تسمى معاملات ستوكيومترية هذا مصطلح جديد عليكم ماذا يعني أستاذ بمعاملات ستوكيومترية كل مجبنة كبيرة بزاف ولكن هذه المعاملات ما هم إلا أرقام واحد اثنان ثلاثة أربعة أرقام صغيرة فقط هذه المعاملة الستوكيومترية نبدأ على بركة الله بالخطوات المتبعة لموازنة أي معادلة كانت الخطوة رقم واحد نركزوا معي الخطوة رقم واحد نكتب الذرات الموجودة في المتفاعلات على اليسار هنا والذرات الموجودة على النواتج معنا على اليمين هنا إذن شعرنا عنا هيدروجين نقطتين عنا أكسيجين صحيح أم خطأ؟ نعم عنا ذرات هيدروجين وأكسيجين في النواتج نفس الأمر ودائما نجد نفس الأمر مستحيل باستفيجها ذروا في النواتج مكاش مستحيل لاتسباح منها تسباح منها لأن معناها نوع الذرات يكون محفوظ في التحول الكيميائي نوع الذرات محفوظ إذن آش وعنا أيضا أو الملاحظة التي أقدمها لكم يجب أن يكون الترتيب نفسه إذا درت آش اللولة أو المعنى الثانية في المتفاعلات نفسها عودة هيدرها في النواتج آش هي اللولة أو هي الثانية الآن أبنائي نكتب الخطوة رقم اثنان نكتب عدد كل ذرة في المتفاعلات في النواتج الهيدروجين صحيح hjälل عندي من ذرة عندي زوج هنا هي الرقم الثنين الأكسيجين ي Liu الهم يكون مكتوب أي رقم معناه واحد نريدوا فيه النواتج الهيدروجين كيف يمكن أن يكون عندي عندي ثنين والأكسيجين كيف يمكن أن يكون عندي عندي ثنين هذه الخطوة ثانية لذنها ممتاز الآن الخطوة رقم ثلاثة يجب علينا أن نقارئنا ما بين الأعداد أو عدد الذرات نبدو نقارونا بالهيدروجين الهيدروجين رأي عندي نجيبوا لون وغير إذن عندي في المتفاعلة 2-2 رأيها كيف كيف معناها سي ما غاديش نوزنوها رح نشوفوا لمورها الأكسجين عندي واحد والأكسجين عندي ثنين هل نفس العدد لا ما رأيش نفس العدد أنا عندي مننا ثنين ومننا واحد وين أهلي رأي محتاج إلى معناها إلى ذرة من الأكسجين متفاعلة للنواتج متفاعلة رأي نقص هذه نزيدوه هنا في المتفاعلة طريقة إضافة الآن الذرات كيف نوضيف الذرات أو كيف نستعمل هذه المعاملة السوكيومترية نستعمل عملية الضرب إذن ماذا أقول أنا في نفسي ما هو العدد الذي أقوم بضربه في واحد يعطيني إثنان معنى أنا خاصني سوش درت أوكسجين إذن فاش نضرب واحد يعطيني إثنان إذن نضربها في إثنان هذا الرقم إثنان لذرت معناه لذرت فيه هو ما يسمى بالمعامل السوكيومتري هو ما يسمى بالمعامل السوكيومتري الآن هذا الإثنان أين أضعه أضعه أمام الجزء الذي فيه أكسيجين معناه أنا في هذه التجربة أو في هذه المعادلة رأي عندي غير جزء واحد معناه أضعه أمامه هكذا معناه نكبره باللعون البند العريض ندروش نصغير نكبره ونغلطه لأن هناك فرق شاسع ما بين هذا الرقم وهذا الرقم الرقم هذا الأول يسمى معامل ستوكيومتري معامل ستوكيومتري بينما هذا الرقم إثنان صغير هو عدد ذرات ماذا الهيدروجين هكتشوفوا الفرق باللي شاسع الفرق راح شاسع صح نواصل الآن أبنائي لما وضعنا الرقم إثنان أمام جزء الماء لهو أش إثنان أو صير عندي إثنان أكسيجين في النواء المتفاعلات وعندي إثنان أكسيجين في النواتج ولكن هذا الإثنان هل هو متعلق بالأكسيجين فقط؟ لا لأن الإثنان سيؤثر أيضا على ذرة الهيدروجين لأننا سنستعمل عملية النشر إثنان في واحد إثنان الآن إثنان في إثنان كم؟ أربعة إذن الهيدروجين كان عندي زوج شار غادي تولي؟ غادي تولي لي ربعة أشطب على الإثنان وأضع الأربعة إذن متى تتم عملية الشطب هذه ليدرتهق؟ تتم عملية الشطب بعد أن أقوم بعملية النشر من هذه العملية النشر صح الهيدروجين لدي منا في متفاعلات ربعة ولكن في النواتج لديك إثنين هل أتركها هكذا؟ لا معناها يليق لي فاني أنوازن الهيدروجين في النواتج ما هو الرقم الذي أضربه في إثنان؟ فتحصل على أربعة إذن إثنان في إثنان سايرة عندي معنى شحال؟ عندي أربعة علاش مانيش بين كتب الكم تشاوية ربعة؟ لأن التلميذي يولو خلطه يولو كتبه ربعة هي يحسبها معامل ستوكيومتري لا مش الربعة هي معامل ستوكيومتري هو هذا الرقم هو المعامل ستوكيومتري إثنان أين أضع هذا الاثنان؟ أضعه أمام الجزء الذي فيه آش ما هو الجزء الذي فيه آش؟ إذن هو آش 2 إذن أضع الاثنان هنا إذن شحلو إلا وإننا الآن أبنائي لو كان حسبو؟ إلا وإننا إثنان في إثنان أربعة هيدروجين في النواتج وأربعة في المتفاعلات إثنان أكسيجين في النواتج وإثنان أكسيجين في المتفاعلات وأكون بهذا قد وزنت المعادلة الأولى شنذير نمحي هذا معناها الأقواس ونمحي ممكن معناه نمحي غير هذو الأخرين ونخلي الطريقة لأمل أستاذ إذا ما صفش طريقة يقول ممكن ننقلها منعانة الميضة آخر نخلي له طريقة الموازنة معادلة الأولى مفهومة ننتقل إلى الثانية ونشوفهم إذا فهمتوا ولا لا ننتقل إلى الثانية على بركة الله احتراق الكربون بوجود وفرة من غاز ثنائي الأكسيجين أبنائي في هذا الدرس قمنا بوضع قطعة كربون فوق موقف حراري فاحترقت هذه القطعة ولما وضعناها داخل وعاء به كمية كبيرة من الأكسيجين احترقت بشدة معناه يزميكم كمية كبيرة من الأكسيجين فنتج عنها غاز يعاكل ولا أكسيجين ما هو هذا الغاز؟ غاز ثني أكسيج كربون هذا الدرس فقط أني أذكركم فيه الآن بغينا نشوف هذه المعادلة لا هي متوازنة أو غير متوازنة أول شيء نكتب الخطوات السابقة نكتب الذرات الموجودة في المتفاعلات إذن لعنا السي ذرة كربون وأكسيجين في النواتج نفس الأمر السي وأكسيجين الآن نشوف العدد شعن عندي منذ ذرة كربون في المتفاعلات عندي واحد إذن أكتب واحد شعن عندي منذ ذرة أكسيجين متفاعلات ثنين أكتب اثنان شعن عندي منذ ذرة كربون في النواتج ها هي واحد لا يكتم أكتب واحد شعن عندي بالأكسيجين عندي ثنين أكتب اثنان أي راحظكم الآن مقارنة خطوة المراهل مقارنة واحد واحد متوازنة اثنين اثنين متوازنة إذن المعادلة لا تحتاج إلى موازنة حذاري يديرها لكي بياش المعادلة لا تحتاج إلى موازنة هناك أمر آخر لدينا أبنائي في المعادلة شرط أساسي ما هو هو الحالة الفيزيائية هذه لني كتبهاكم بين قوسين إذا كان مدرتها شو الأستاذ غاد لنقصلك معناه على الأقل نصف نقطة ولا نقطة ماذا نعني بالحالة الفيزائية الحالة الفيزائية معناه إما يكون معناه هذا النوع الكيميائي أو الفرد الكيميائي إما يكون إما في الحالة الصلبة أكتب صوليد بين قوسين حالة صلبة معناه حالة الفيزائية إذا كان سائل أكتب بين قوسين معناه لكي تائلة إذا كان في الحالة الغازية أكتب بين قوسين معناه غاص وعننا محلول مائي له هو ما غديش نحتاجه ما نخدموش به وهذا محلول معناه محلول مائي لنحتاجه ما غدي نحتاجه هذو ثلاثة الوالة هذا نحتاجهم بزا اذا الماء الماء كي يجي سائل نفس الأمر هنا الأن ننتقل إلى معادلة مهمة جدا ألا وهي ماذا احتراق التام او الاحتراق التام لغاز الميثان اذا هذا الدرس على الاحتراق تم وغير تام المعادلة توقع حذاري ثم حذاري الاحتراق الغير تام معادلته لا يتم موازنتها اطلاقا معناه مين يخرجون في النواتج اربع نواتج معناه مين نتفعله زائد السي او زائد السي هذا الاحتراق غير تام هنا مكشمع موازنة في السنة الثالثة متوسط معنا عندنا الموازنة عواش لا الاحتراق تام فقط عندما ينتج لنا نتيجين اللي هما غاز توني أكسيد الكربون والماء هنا نجم وزنها في الاحتراق التام وتكون كمية الأكسجين أبنائي كمية كبيرة معناتكم بوفرة ولون اللهب كيكون لهاب أزرق هذا فيما يخص شرح الدرس أنا ما يهمني شرح الدرس في هذا الفيديو يهمني الموازنة غاز الميثان زائد غاز توني الأكسجين سهم ليعطي معنا تفاعل غاز الميثان مع غاز الأكسجين ليعطي أعطانا غاز سوني أكسيد الكربون بين قوسين غازي وجوزي أو معناه والماء معناه لتشكلنا عشق قطارات بين قوسين آل معناه سائل نبدأ في الموازنة مين يكون أبنائي عنا معادلة متعلقة بفحم هيدروجيني ميثان إيثان بروبان بوتان أي فحم هيدروجيني عنا واحد الخطوات نتبعوهم عكس معناها المعادلة التابقة اللي دلناها هنا ترتيب الذرات تنجم ندير الأكسجين لول الهيدروجين الزوج غير كيف كيف نجم ندير الأكسجين لول الهيدروجين الزوج والهيدروجين لول الأكسجين الزوج هنا كذلك تبقى تدير الكربون الزوج والأكسجين لول بالصح مين نجو في هذه المعادلة ضروري نستفو معناه الذرات تبعنا بالطريقة اللي غادلون لهاكم الآن الكربون هو اللول إذن نديروا لون مغايم نبدأ بالكربون هو اللول ثم الهيدروجين هو الثاني ثم الأكسجين هو الثالث حذاري تديروا معناه ترتيب آخر معناه كون شي تروح لكم تغلطوا مئة بالمئة ثم نجو هنا نفس الترتيب سي آش أو نبدأ بالخطوة التي تليها وهي كتابة عدد الذرات في المتفاعدات في النواتيج سي كربون شعن عندي واحد الهيدروجين شعن عندي أربعة الأكسيجين شعن عندي إثنان الكربون في النواتي شعن عندي واحد الهيدروجين إثنان والأكسيجين معظمة تناميذة غلطة يذلك إثنان يحطها عندي إثنان زائد واحد المجموعة ثلاثة ولدينا معناه قاعدة عقل العليا من يكون عندي فحم هيدروجيني واحتراق تام سي دي ما يخرج لكم الترتيب هذا واحد زوش لاثة هذه الأفكار وهذه الأسوال التي نقول لكم فيهم أسرار حل المعادلات معناه من أسرار لاتهل عليك الحل باش تقول إبخار تحل ماذا تحسب واحد زوش لاثة مباشرة ممتاز الخطوة التي تليها نبدأ في الموازنة الآن الكربون ابنائي سوف نستعمل لهم مغاير عندي مننا واحد ومننا واحد رحمة واسن ممتاز الهيدروجين عندي مننا ربعة ومننا زوج فاشه نضرب ما هو الرقم الذي معناه أضرب فيه إثنان حتى أتحصل على أربعة هو إثنان إثنان في إثنان أربعة إذن ممتاز أين أضح هذا المعامل ستوكيومتري أمام الجزئ الذي فيه أش وينه لي فيه أش سي أوتنين أو أشتنين أوق أشتنين أوق نحط الإثنان هنا ممتاز قبل ما نروح نشوف الأكسجين هذا الاثنان هل له علاقة مع الهيدروجين فقط أم له علاقة مع الأكسجين أيضا شكتكم قبيلت عملية ماذا عملية النشر عندها علاقة مع الأكسجين أيضا مع أنها سيتغير عدد أكسجين أو أم لا سيتغير أكيد عندي الآن 2 في 1 كم زائد هذه الضربة ديرها على وقت مسواذة 2 في 1 2 زائد شحال عندي هنا يا 2 2 والإثنان شحال 4 معنى أشطب الثلاثة والولي الآن 4 عملية الشطبين تنذيرها بعد عملية النشر عملية الشطبين تنذيرها بعد عملية النشر الآن عندي أكسجين في النواتج 4 في المتفاعل 2 ما هو العدد الذي معنى أضربه في 2 يعطيني 4 إذن في 2 أين أضح هذا 2 أمام الجزائر الذي فيه O اللي هو O8 نديرها أمام السي أش أربعة لا نديرها أمام O8 إذن أضح 2 وأكون بهذا قد وازنت المعادلة وهذه هي المعادلة الأخيرة سيدات بانكم بكل لعبة أعودوا الفيديو عدة مرات ستفهموا الآن نتقلكم لمعادلة فيها كسر هذه اللي سقسون عليها تلميذ بثاف والساد خاصنا ومن يكون كين كسر ديرها لنا سهلا الكسر هو السهل نبدو على بركة الله أولا نشوفه هل هذا فحم هيدروجيني غاز البوتان احتراق تام نعم فحم هيدروجيني إذن سي أش أربعة فحم هيدروجيني الأستاذ شكل لنا شكلنا الأستاذ حمياني قالنا من يكون عندكم فحم هيدروجيني يكون الترتيب واحد لا يتغير سي آش أو صحيح أم خطأ صحيح نفس الأمر هنا سي آش أو ثم شكل لنا الأستاذ قال لك بالليمية تبغي تدير العدد تعالى ذرات والنواتج غاد يطيح لك من يكون عندك احتراق تام يطيح لك واحد زوج ثلاثة صحيح معناها القاعدة اللولة يكتهاكم طبقتها هنا تبغي تأكد تأكد ها سي واحد للآش هيدروجين زوج والأكسيجين زوج زائد واحد ثلاثة نجوم لنا الكربون شكل عندي أربعة الهيدروجين شكل عندي عاشرة والأكسيجين شكل عندي إثنان نبدأ الآن في الموازنة الكربون عندي ربعة في المتفاعلات الكربون عندي واحد في النواتج فاش نضرب الواحد بشأقيني ربعة نضربها في ربعة سهلة معناها أعداد بسيطة لا تحتاج حتى إلى آلة حسيبة أربعة إذن أضعه أمام الجزئة الذي فيه السيك وينه سي أو ثمين أو الأشنين أو سي أو ثمين إذن أضعه هنا حذاري تلاميذ الخطأ الشائع يجي يدلك الربعة هنا ولا يديرها لك من بعد من وهذا خطأ معناها وين نديرها الأربعة نديرها أمام الجزئة فقط أمامه هنا وليس بعده أو فوقه أو تحته نواصل شو مش ما تنسوش حاجة هذه الأربعة هل لها علاقة بالكربون فقط أم أيضا بالأكسيجين أيضا عندها علاقة بالأكسيجين معناها الأكسيجين هل قد يقوليني هلا أربعة في إثنان كم ثمانية نحطها هنا وخلوها أكونوا لولها نعود الربعة عندها علاقة غير مع الكربون لا عندها علاقة مع الأكسيجين أربعة في إثنان عملي ثنشر حال ثمانية زائد حبسه الآن الهيدروجين عندي في المتفاعلة عشرة وعندي في النواتي الزوج فاش نضربها بشتولينا عشرة نضربها في خمسة الآن هذا الرقم خمسة أين أضعه أمام الجزء الذي فيه أش وره الجزء الذي فيه أش ونواتج إذا أضع الخمسة هنا هذه الخمسة هل لها علاقة بالهيدروشين فقط؟ لا عندها علاقة أيضا مع الأكسيجين شحالي وليلي إذن خمسة في واحد كم؟ خمسة معنى هذا الأكسيجين عندكو شحال وليلي في متفعيلة ثمانية زائد خمسة ثمانية تسعة عشرة اهدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر معنى أشطيب الثلاثة ويصبح العدد ثلاثة عشر عدد كبير تشوفوا بلي ولا عدد كبير الآن أبنائي أنا نعرب بلي من عندي هنا ثلاثة عشر وهنا زوج معنى ما يش متوازن لحد الآن المعادلة معنى ما هو الرقم الذي أضربه في اثنان يعطيني ثلاثة عشر لا يوجد علاش؟ أنا هاتك مع العدد طبيعي لأن ثلاثة عشر يمكن تلاحظوا بلي عدد كدير عدد فردي من السبوع أن عدد فردي لا يوجد عدد أضربه في اثنان عشر إلا عدد بالفاصلة والفاصلة ممنوعة في المعادلات ممنوعة منعا بتا إذن ماذا أفعل؟ أقوم بوضع الضرب علامة الضرب وأضع الكسر الكسر الشافيه البسط والمقام معنى ثلاثة عشر دوما أنا ونحطها ثلاثة عشر هذي ولا أي رقم يكون عندي هنا ولهو العدد الفردي أضعه هنا ثلاثة عشر قسمة ماذا؟ قسمة اثنان معنى في السنة الثالثة متوسط يعني هذرقين السنة الثالثة متوسط ديما الكسر اللي غادي تخدموا به يجيكي مهاكي من هذا الشكل على اثنان دوما صحيح؟ يجي على اثنان معنى هذا الرقم ينجيبوه معنى اللي يكون هنا نحطه له هنا صحيح ها ثلاثة عثنين الآن هذا الكسر أين أضعوه؟ ثلاثة عثنان أضعوه أمام الجزء الذي فيه أوله هو أثنين إذن نديره هنا ثلاثة عشر على اثنان صحيح يراني كملت معادلة ما زال ما نكملها كيفاش ما كملتها يا أستاذ؟ نعم ما زال ما نكملها لأنه ممنوع تخليل الكسر في المعادلة كيف أتخلص من الكسر أستاذ؟ سهلا هننقول لك بلي سهلا باش نتخلص من الكسر سهلا أبنائي شا نديره؟ حاجة سهلة الآن باش نتخلص من هذا الكسر أبنائي؟ أقوم بضرب كل المعادلة في ماذا؟ في المقام المقام شاهوه هو الرقم اثنان علاش انا باش مين نضرب المعادلة باش نضرب هذا الرقم اللي هو 13 على 8 مين نضربها في 8 2 غادي تختزل مع الاثنان شي بقالي يبقالي 13 وأكون بهذا قد تخلص من الكسر ولكن ما نضربش خيفي هذه المعناها في الكسر أقوم بضرب كل المعادلة في ماذا؟ في المقام اللي هو اثنان إذن نضربك المعادلة في 2 كيف نضربك المعادلة في 2 أستاذ؟ سهلا أبنائي شو عندي معناها الجزئة الأول اللي هو تاع السيارة 14 عندي معناها قدامه ما راكيان ولا رقم معناها راكيان معامل 1 فيه غاز أكسيجين عندي المعامل 13 على 2 فيه غاز أكسيد كربون عندي المعامل 4 وفيه غاز معناها فيه جزئة الماء أو في الماء عندي المعامل 5 معناها الزوج نضربها في 1 شو نضربها في الواحد ونضربها في 13 على زوج ونضربها في الربعة ونضربها في الخمسة بينما هل هذه الجزئات يتتغير حذاري لو كانت تغير لو كانت تغير لي واحدة من هذا معناها غير مكلاتي تكمل موازنة حبس لأن هذه السياق لا تتغير إطلاقا مش يجي تلميذة لأخش كامعة تلاميذ أخطأ أشياء عندهم من يدير عملية الضرب مثلا CO2 تكون كما هاك من يدير عملية الضرب يرد للأو يردها لCO4 معنا هذا ما ولا غاس ولا يوكسيد كربون ولا غاس آخر كعمل كاجع منه صحيح CO2 تبقى CO2 ما هو الشيء الذي يتغير الرقم قبل الجزء اللي هو المعامل ستوكيومتري فقط إذن أعيد كتابة المعادلة من جديد اللي هي C410 في الحالة الغازية أكيد من الساش زائد O2 في الحالة الغازية من الساش سهم CO2 في الحالة الغازية من الساش زائد H2O في الحالة السائلة من الساش شو هما الأسوال اللي حين ما درتهمش الرقم ليه هنا شو الرقم ليه هنا والليه هنا والليه هنا والليه هنا والليه هنا والليه هما المعاملات ستوكيومترية نبدو في عملية الثنشرة الآن اثنان في واحد كم اثنان اضع الاثنان هنا اثنان في ثلاثة عشر لا اثنان غادي اثنين ترعوا مع اثنين شا تبقى ثلاثة عشر هاراني تخلص من الكسر اثنان في اربعة كم ثمانية اثنان في خمسة كم عاشرة وبهذا اكون قد انهيت المعادلة وهذه هي المعادلة النهائية متوازنة ابنائي اخوة متلاحظوا باللي فيها خطوة طويلة شوية بس صح سهلة معناه جدا ماهيش بالامر الصعب الآن رأنا زدنا كم من الاحتراق التام لغاز بوتان سأضيف لكم معادلة اخرى معادلة اخرى ممكن اعطوهاكم في الفارض الاول وكذلك بالاختبار اذا شعلنا الزنك زاد ان في الحالة الصلبة زائد غاز ونالوكسيجين في حالة غازية ساهم ليعطينا زاد ان او معناه انت من تشوف معادلة هكا ما قريتها شو الدروس تبعك مش تقول لي ما قريتها شونا عش نوازنها توازنها كيف هكي المعادلة اخرى تكتب الذرات الموجودة في متفاعلات في النواتج اذا شعلنا عنا زاد ان عنا او عنا زاد ان عنا او الترتيب هل يهم لا يهم يهم فقط في الاحتراق التام لغة لفحوم هيدروجينية الآن نكتب العدل شحن عندي زاد ان ها هي هنا تحتها واحد هذلك يليحسب زاد وحدها والان وحدها هذه الآن لا يسقى مع الزاد لماذا؟ لان الحرف الاول نكتبه بالحجم الكبير والثاني بالحجم الصغير نواصل شحن عندي الاكسيجين عندي زوج فالنواتج زاد ان عندي واحد ها هو واحد هنا معنا ما يكتبش لا يكتب والاكسيجين عندي واحد نبدو بالنوازنه بلون مغاير من افضل ابنائي سعملوا لون مغاير واحد واحد راهيم توازنه اثنين واحد وين هاليا خاصها؟ النواتج فاش نضربوها؟ في اثنين فاش تعطينا اثنين هذا اثنين وننحطوه امام الجزئ الذي فيه الاكسيجين وعنا غير جزئ واحد معناها نحطوها هنا هذا اثنين عندها علاقة غير مع الاكسيجين لا عندها علاقة ايضا مع الزاد ان اثنين في واحد كم؟ اثنين وانا عندي واحد بعد النشر ماذا افعل؟ الشطب اثنين في واحد اثنين اذا تولينا اثنين في النواتج زاد ان ولث لي اثنين بينما في المتفاعلة واحد انوازنوها ولا لق؟ نعم فاش نضربوها؟ في اثنين اثنين اين اضعوه؟ امام الزاد ان اذا اضعوه هنا وتصبح المعادلة الأخيرة متوازنة إذن هذه هي المعادلة الأخيرة متوازنة وبهذا أكون أنهيت شرح وتبسيط أصعب درس في السنة الثالثة المتوسط إذا كان فهمت هذا الدرس بنسبة 100% روح اضغط لي على زر اشتراك إذا كنت مشترك اضغط على زر اعجاب إذا كنت مشترك دير اعجاب الفيديو وقم بوضع التعليق قل لي أستاذ مفهوم نتمنى لكم التوفيق وسدد النجاح لا تنسونا من صالح دعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته